السلام عليكم عندنا الفصل السابع الهندسة الإحداثية نعم هالهندسة الإحداثية تتكون من ثلاث بنود أول وحدة المستوى الإحداثي الإحداثي ثاني شي أدنا المسافة بين نقطين في المستوى الإحداثي المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي نعم أدنا الثالث شي نقطة المنتصف لأي نقطتين في المستوى الإحداثي نقطة المنتصف لأي نقطتين لأي نقطتين في المستوى الإحداثي مستوى الإحداثي نعم هذني ثلاث مواضيع في الهندسة الإحداثية هذا الفصل برموز بمصطلحات لازم نتعرف عليها حتى تفيد على مدن عين النقاط حتى نشوف أهمتين شلون نجد المسافة بين النقطتين في المستوى الإحداثي ونشون نتعلم المنتصف والمصطلحات راح تجينا نكتب هنا المصطلحات نعم نعم النقاط المصطلحات وشي قابل هنا الرمز أو العلاقة الرياضية الرمز أو العلاقة الرياضية نعم عندنا زوج المرتب المصطلح عندنا زوج المرتب الزوج المرتب شلون رمزة رمزة هالشكل هذا مو هالشكل كيف نعنى رمز ما لتمتح قوسية نكتب X بارزة Y X يمثل لي سينات محور السينات وال Y يمثل لي محور الصادات هاي ملاحظة هاي ملاحظتين نعم يبعوه عدنا قانون المسافة بين النقطين المصطلح الثاني مصطلح الثاني شنو عدنا قانون المسافة هذا مستوى الإحداثي هسا شنو عدنا الثالثا عدنا هاي المسافة بين نقطين المصطلح إحداثي هذا إلى قانون هذا هنزله هسا بالمصطلح وأذا نحط القانون نعم قانون المسافة بين نقطتين نعم مثلا أدنى مثلا أدنى X1 فارزة Y1 نبتح قوس أدف فارزة X2 فارزة Y2 زين هذا إلى قانون هذا المسافة إلى قانون شنو قانون حسب قانون نشبه قانون فيثة غرس D شنو دي يعني المسافة بين نقطتين يساوي نفتح جذر كبير شنو نكتب بيه X2 ناقصا X1 شنو لكل تربيع ناقز زائد Y2 ناقصا Y1 سد القوس تربيع نعم هذا قانون هذا قانون هذا قانون هذا قانون هذا قانون المسافة بين نقطتين لدينا ملاحظة صغيرة على هذا القانون داخل القوس هذا الناقص إذا كان X1 موجب راح يبقى سالب في موجب يبقى سالب أما إذا كانت X1 هي سالب أكيد السالب في السالب شنو موجب سنقطة الأخيرة هي شنو راح نشرح نقطة المنتصف في القانون نقطة شنو عندنا المصطلحات المصطلحة الجديد نقطة نقطة المنتصف نقطة نقطة المنتصف إلى رمز أو إلى قرياضية شنو مقال المالتا شنو هو M M يعني منتصف قانون نبدأ قوس عدنا X1 زائد X2 نعم نحط فارزة عشنو على الثنين نقطة قوس Y1 زائد Y2 على الثنين نقطة القوس هذا X مستوى السينات X مستوى السينات وال Y مستوى السادات يعني هذا X Y نعم هس عدنا انتظرونا على المحاضرة الثانية حتى نسوي أمثل عليها وشكرا